جائزة مستقلة لكل مبدع وكل ملهمة انطلقت إجلالاً لمكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثرى أسست لتكريم صناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب على مساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة والعلوم الإنسانية إبداعات يحتفي بها مركز أبو ظبي للغة العربية ويسلط الضوء على أسماء وأعمال جديدة كل عام على المستويين العربي والعالمي ضمن تسعة فروع الأداب والترجمة والتنمية بناء الدولة والثقافة العربية في اللغات الأخرى وأدب الطفل والناشئة والفنون والدراسات النقدية المؤلف الشاب وشخصية العام الثقافية وفرع النشر والتقنيات الثقافية يسرني دعوتكم لحضور حفل تكريم الفائزين بالدورة السابعة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب والذي سيقام يوم الثالث والعشرين من مايو ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الفين وثلاثة وعشرين شاركوني في التعليقات إسمى شخصية العام الثقافية لدورة السادسة عشرة من جائزة الشيخ زايد للكتاب مرفقة بهاشتاغ معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الفين وثلاثة وعشرين لفرصة الحصول على اشتراك مجانية في تطبيق ستوريتاون شكرا للمشاهدة